اشتركوا في القناة حفظه الله ورعاه باستشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من أفراد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي البشاركة في عمليات عصفة الحزم وإعادة الأمل متمنيا للمصابين الشفاء العاجل وتطرق الجانبان في الاتصال إلى ما يربط بين المملكتين الشقيقتين من أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تستند إلى وشائج القربة والمحبة والتاريخ المشترك مؤكدين العزم على المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر